مرحبا صدقائي كيفكم معكم نعم من قناة نيمو الفيديو تابعنا اليوم بيحكي عن aim assist ما قدرت ما هنزل عنه الصراحة لانه كثير في ناس قالتلي عليه و بيحكي عن السحب لالفين في باكس الشخصين الي انا عاملو يوم الثانين ان شاء الله الي هو اليوم ف اذا انت اول مرة عند تشاهد الفيديو على القناة ياري تشترك فعي زر الجرس وحط لعك للفيديو اكتوب كومنت حلو ليوصل لك اكبر عدد من الناس ومشاهدة ممتعة ام اعتقدتوا هام اشاهدين مثل مارهت في اول مقطعي مطبيعي انا واحد من الناس ما اكون يعني بشركة امك جيمز عم نحكي بمختصر يعني ومع بعض يعني مو معقول انه شيلوا هيك ميزة للعب كنترول لعب الكنترول صعب كتير التحكم فيه وانا واحد من الناس اللي كنت العب كنترول من سنتين صعب التحكم فيه كتير متل مو شايفين هالصورة الزاهرة امامكم خمسة ايام ونحيس شيلوا الاجيسي كنترول شو هدا الاجيسي كنترول هاد الي هو خلينا نحكي بالعامية ونحكي هيك مع بعض اللي هو الايم اسيست اللي هو الايم بوت اللي انت بتكون ماشي فجأة واحد بيسلخك هيت شوت سبعمية طلقت هيت شوت براسك وبتموت بدون ما تشوفشي هدا الشي بلش معنا من على بوغ لحقرض لكم هلا مقطع صغير لبوغ اهو عم يحكي وحكي لكم شو قال فيه متل ما شفتوا بلشت هاي القصة لما بوغا كان عم يلعب ارينا بوغا اللي هو بطال عالم على فورتنايت اخذ كأس العالم بفورتنايت السنة الماضية هدا الشخص كان عم يلعب ارينا وصار فيه اللي صار متل ما شفتوا بالفيديو انفرم فرم وما عارف اشلون وصار يقول فاكو بفاكفك ويقول هالكلام هدا يعني فما عجبوا الموضوع وكتير في يوتيوبرية بيشتكوا من هاد الموضوع ونينجا وطيفو من الناس اللي لعبوا بالكنترول وجابوا كلات عالية هاد الشي عم يستهزقوا بالكنترول انه هنين ايم بس وما عم يبنوا لبي عملوا شي جابوا كلات عالية ونينجا نزلوا مقاطع وانتو بتشوفوه عندنا ع القناة على اليوتيوب عملوا انه هنن بدن يشيلوا الام بوت بس شو بدا يعملوا او الام أسست يعني بس شو بدا يعملوا لما يشيلوا يعني خلينا نشرح لكم اعداداتهم بالتفصيل وحكي لكم شو بصير هلا وشو لازم تعملوا انتو لحتى تحافظوا اكتر على الام للناس اللي بتلعب بالكنترولر او على البي سي او على بلاستيشن فور يعني بشكل عام بالكنترولر بتفوت على الاعدادات هون تفوت على الستنج تفوت على الاعدادات الكنترولر اوبشن بتنزل هون لتحت معظم الناس حاطة اليوز لجيسي اللي هي حاطته اون يلي هو الام بوت اللي شفناه باول فيديو انه شلن بتحط L2L2L2 وبيطلع براسه وبخشمه بتجي طلقة يعني مستحيل ترحمه معظم الناس عنده هذا الخيار اون هلان شو لازم تعمل لحط تتحافظ اكتر واكتر وحشرح لكم اعداد يلي هو بلعب عليه ركان لحشرح لكم ياه شوي واشرح لكم شغلات بسيطة عنه متل ما انه معظم الناس هون بتكون عنده اون انت شو لازم هلا تعمل بهاي الحالة كلي عليك انك انت بتنزل عاليوز لجيسي تعمله اوف بيطلع معك هاي الاعدادات هاي الاعدادات لا تقرب عليها ولا تلعب عليها شي كلي عليك انك انت بعد ما عملت اوف تنزل لهم لتحت تعمل كوبي فروم لجيسي تكبس هاي الكبسة هاي الكبسة شو فائدة لما تقربت هاي الكبسة فائدة انه اعدادات اللجيسي اللي انت كنت تلعب عليها لفة وما لفة وهو القصص هاي لفوق ولا تحت كل شي كنت تلعب فيه من تحكم وماوس مثل الماوس يعني انك انت تتحكم يمين وشمال مثل مو شايفين الماوس عم تروح يمين وشمال هذا الشي اللي بيخليك انك انت تنزل اعدادات اللجيسي القديمة تبعك بالنسبة للحركة يلي هي يمين وشمال ولا فوق ولا تحت لان انت تكون اعداداتك ضابطة بهيك موضوع كل اللي بيختلف عليك اللي انت بعد الخمسة ايام لما يشيلوا الامبوت او الام أسست اللي بيختلف عليك انك معد فيه L2 معد فيه L2 بيجي لعندك بقى خيارين اللي هو اللاينر هون والاكسبنشن هدول الاثنين اللي عليك لازم تعملون او شو هنن هدول في عندك بقى اللاينر والاكسبنشن هدول التنتين الخيارين اللي اشرح لكم ياهن لحتى انتو اتعاوضوا عن الام أسست اللي اللي حينحزف من عندكم بعد خمسة ايام اللي عليك انك انت بتنزل بهون عند لوك انبوت بتلاقي اللاينر وبتلاقي الاكسبنشن هدول هدول الاثنين اللاينر اللي هو بدك انت بتلعب فيه بس البناء فيه حلو تمام والأدت فيه حلو بس ايما من بعيد مو ظابط لما تكون انت عم تلعب من مثل الماوس بالزبط، ما بُيجي عليه أو ماتحرك الفيديو اللي ظاهر امامكم هوني قمص Marines عم يمشي معو هون زوم من مثل مسافا بسالتي اللاينر وهذا اللاينر اللي بيخليك انت чтоه شو يقطز عليك بصير بس منه على قريبة، وهذا اللاينر بيساعدك اكثر منناحية انت انت لما تكون فايت الق compra وتكسر عليه الحيث وتقلب بين الشوتقون والاس ام جي بيخليك انك انت لين تبعك يروح لحاله لعنده ويلزق فيه ويضربه هذا هو اللاينر بكل اختصار في عندك بقى الاختيار الثاني اللي هو الاكسبينشل هاد الاختيار الثاني بقى من على بعيد بس الادة تبعه بطيء وصعب انا هذا الكلام متل ما فهمتم من معظم اليوتيوبرية ومعظم الناس من بيناتو الركان انا ما بلعب بالصراحة بستيشن فور او كنترولر يعني فانا مشان هيك جبتلكم معلومات جمعتلكم ياه بهاد الفيديو واشرحتلكم كل شي الطريق الاكسبينشل هي متل ما قدتلكم من على المسافى القريبة الادة تبعه كتير صعب او مو كتير صعب يعني بس انه بطيء شوي مو متل اللاينر بيكون بس اما بالنسبة المسافة اللي بعيدة بساعدك شوي بالameboot وبالassistant يعني فيهو من المسافة بعيدة بساعدك شوي أما اللاينر immunity من على المسافة القريبة بساعدكي اكتر والادة تبعه اسرع بس ما في مسافة بعيدة هلا هيك انا بكون شرحت لكم كل شي و لا تنسوا هاي الخطوة تعلموا لكوبي مشان انتو اعداداتكم اليمين والشمال وهيك تكون محفوظة و اعملوها هاي انتو بعد ما تعملوا كل هاد وبعد ما تختاروا اللاينار او تختاروا الـ Expansion اللي انتو بريحكم بتعمل هون ابلاي موافقة بتطلعوا بقى لبرا والشركة هون نبهت انو انت لازم تعملها اوف لازم تعملها ترن اوف يعني انت بعد ما عملتها عن وعملت نسخ للاعدادات تبعها بتعملها شو ترن اوف خلص بطفية هيك الى انت انطفت عندك بس هي الفكرة انه هاي لازم تعملها نسخ مشان مايروحوا الاعدادات تبعك وتجيب الاعدادات تبعك ارض بعد مايروحها الميزة وتقعد تزبط كل اعداداتك فبس هاي الفكرة وانتو بقى هاي هلأ امكان تروح من عنكم يعني هي بعد التحديث بعد الخمسة ايام هاي لحتروح من عنكن كل ياتا لحصفها الاعدادات كلها من غير هاي خلص الانبوت راح انسى شي اسمه انبوتي اللي ظاهر امامكم بالفيديو عاليمين انسى شي اسمه انبوت ها هي الفكرة كلياته بشيلة الانبوت والقصة اللي صارت كلياته اعمل كوبي انا بس عمعيدي مشان الناس استوعبها اكتر للقصة ومشان ما تخسر اعداداته اعمل لك كوبي وعمل اف الليجيسي واختار يا اللينار يا اكسبنش اللي انت بريحك اللينار متل ما حكينا فانت شوف شو بتختار واجرب اعداداتك بين اللاينر وبين اكسبنش شو بريحك انت واجربوا لعب وبداك انت خسرت الانبوت الصراحة هو الموضوع الصعب بس لو انا واحد من الناس اللي بيشتغل بشركة ابيك جيمز بخلي تبعات البي سي لحال لانه احنا جماعة البي سي انا من واحد الناس اللي بلعب بالبي سي الصعب كتير الانبوت فهذا الشي بدايه فعلا لما انت تكون داخل فايت نبعيد وتلاقي واحد معه بيرس عملي يزرق من نبعيد 660 هذا الوضع كتير صعب فمشان هيك يعني حلوة مو حلوة وهي صعب بالنسبة للناس اللي بتلعب بالانبوت انا باعرف هذا الكلام يعني الله يعينكم تحاروا تتعودوا بقى ان شاء الله ما اللعبة تخسر شابيتها بالكنترول من وراها الموضوع وهلا خلاننا ننتقل المقطع الثاني اللي معنا اللي هو السحب على 2000 في باكس فالله مع بعض وهلا معنا السحب اللي هو لشخصين على 2000 في باكس لكل شخص الف في باكس متل ما وعدت انتو وصلتوني لعدد مشتركين واخوات على القناة شكرا للكم كتير على الدعم اللي حصلته اخر فترة ولحد الان عم يجيني دعم والحمد لله كله بفضلكم هذا بفضل رب العالمين انه عم يعجبكم المحتوى فهلا ان شاء الله لح نعمل السحب وحص جيد للجميع وانا بعتزل للناس اللي ما لح تربح بالسحب ان شاء الله الايام الجاي بتربحوا هذا السحب الرابع لالي على القناة فيلا مع بعض نشوف من هنا الاشخاص ولا تنساني بالدعم بالمقطع باللايك وكومنت حلو وكل شخص بيربحه وبيطلع اسمه من الفائزين يكتب لي كومنت تحت لحتى اتواصل معه ونشوف مع بعض اول شي اللي احنا بناخد الرابط تبع الفيديو متل ما حكينا ومنفوت على الموقع هذا هذا الموقع اللي بيزهر لنا التعليق عشوائي او بيختار هو تعليق عشوائي في ناس قالتني انه في ناس عم تعمل عشر كومنتات وخمستعشر كومنت هذا الشي ظلم فهذا الموقع اللي هيعطيك فلتر للكومنت فانت معلق مثلا عشر تعليقات بطلع لك تعليق واحد من هالعشر تعليقات فانت وحظك مشان ما نظلم الناس التاني اللي كانت بتعليق واحد وهلا بندوس ستارت ونشوف مين هن الفائزين وبالتوفيق للجميع واول فائز معنا اللي هو التايجر جيمر اللي بكومنت تابعه يا رب اكساب وهون هلا اللي نشوفه على اليوتيوب معنا هذا هو الفائز معنا الف مبروك الالف في باكس عليك صديقي متمنى انك تعلق لي على هذا الفيديو مشان اتواصل معك وتستلم الالف في باكس تابعك ولنشوفه الشخص التاني يلي معنا نفسي افوز من كل قلبي من كل قلبي يلي هي الف مبروك عليك يا ذابوس ونشوفك على اليوتيوب هذا هو الذابوس مشترك واحد عنده و الف مبروك عليك الالف في باكس بتمنى انك انت تعملي كومنت على هذا الفيديو مشان اتواصل معك وتستلم الالف في باكس تابعك وحظ اوفر للجميع وانا بعتزر هذا اللي انا قدرت ربحه الشخصين متل ما وعدت ان شاء الله الايام الجاي لحصير ربح اكتر واكتر هذا السحب الرابع الي على القناة شكرا لكل شخص دعمني اخر فترة ومتل ما حكينا الهدف التاني تبعنا الي هو ال 2300 مشترك وانتو ما بتقصروا والله شكرا للكم على الدعم فشكرا اليك اذا كملت المقطع الاخر وبرعاية الله